نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود رابط إلكتروني يدعو المواطنين لتسجيل بيانتهم للحصول على رحلات حج مجانية وأوضح المركز الإعلامي أن الرابط مزيف مشيراً لأنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022 وموضحاً أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام لاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابعة للوزراء